مرحبا برج الاسد. الينا نعمل القرارة العاطفية لبرج الاسد. احتمال يكون هذا الشخص عرض عليكم فرصة انتم مرضتوها لانه عندكم مسلا اختيارات تانية او عندكم مشاعر تانية او عندكم مسلا انتم محتفظين في تفكير تاني او انتم بتكون مستوى انتم مزرورة لانكم انتم زعلانين ومرافضين من هذا الشخص الصلح الفرصة التانية او عرض عليكم مسلا معرض تعاني نشوف انت كيف شايفه انت شايف هذا الشخص غدرك ويا خانك الغدرة وانت شفته اعطاك ضربات في الظهر خلتك تتعب كتير وعشان هيك انت شاعر بالرفض لو حتى عجيك عرض جديد احتمال يكون عندك عرض جديد مش من نفس الشخص احتمال الشخص تاني وانت عندك رفض لهذا العرض لانه انت قاعد وعمل بتطلع ماضيك ايش صار فيك وكيف انغدرت وكيف مسلا خارك هذا الشخص او دخل طرف ثالث بناتكو فانت قاعد وتتراجع في الزكريات او مين هذا الشخص او هذا الشخص او هو صامت جدا لا يتكلم يعني ايه كمان هو عقلاني جدا جدا وكأنه هذا الشخص ما بعبر عن مشاعره ايه كمان هدا الشخص كأنه بستنى بحركة منك او بإستنى بخطوة منك اتجاهه ايه اا احتمال يكون هذا الشخص مستقر او تزوج او متزوج او بقضيه وقت مع الآلة ايه انا احس هاد الشخص بده كمان فرصة معاك. احتمال يكون بده كمان فرصة معاك. واحتمال هاد الشخص تركك وراح تزوج بحدة تاني. احتمال يكون بده رجوع معاك. برج الاسد. انا نشاهد برج الاسد. انا نشاهد برج الاسد. انا نشاهد برج الاسد. انا نشاهد برج الاسد. لان الشخص هادا. كمان رح ناخد الكوكروت من القمر. اه الشخص هادا حاليا. اه فاتح قلبه حق. واحتمال ان يكون في علاقة غير علاقتكم. واحتمال ان يكون اه شخص اه هو هيك اه اصغر منكم احتمال يكون. وكمان انتو اه لانو انتو حاليا في الهاير اه ان يمكن انتو في الزواج. غير هادا الشخص. واحتمال انتو اه مسلا تدينته او اه مسلا بتشتغل في الروحانيات. او مسلا تعطي نصائح للناس. اه لانا انت هلق في الهارفنت. طاقتك هلق في الهارفنت. احتمال انت رافض اي عرب الزواج. وانت بس الدكتور عز تنصح الناس انهم شو يعملوا في حياتهم. ومسلا هيك يعني بس انت بتعمل نصائح للناس. اه خلينا شو انا اطللكو يعني شو بقدر اطللكو. اه مسلا نام. الكروت نصيحة راح اطللكو كل اللي عندي يعني مش راح اطللكو. الانتعام posture. معي هذا. اتنقى. طيب. مداية اه في الروحانيات اطلقو الكو اي not positive طيب. اه هم بحكولكو هون ابقى على المستوى الامتل هي لحبك. التفكير الايجابي والايمان سوف يجلب لك الرومانسية. يعني اذا انت فكرت بايجابية. وكمان اه من ناحية الحب هادا راح يجيك اه راح يجيب لك للحب هادا رومانسية. يعني احتمال انه انت بتفكر بسلبية ناحية هادا الشخص. فخليك ايجابي. هم بحكولك خليك ايجابي. وعندك ايمان انه مسلا الامور راح تتصلح. اه كمان خلينا اشوف الكوكروت من اه من هون. اه قبل اننا بحكم هادا الكروت. هس مساعدون مش يعني بعطوكم نصيحة. الورج الاسد. طيب. انشوف كمان. توقف عن التفكير. كل شيء سيكون بخير. خلينا نشوف كمان هذا النصائح القمر. نشوف شو بحكو لكم. التواصل هو المفتاح. يعني يمكن انتو مسكرين التواصل او ما بتتواصلوا مع هذا الشخص. فالتواصل هو مفتاح الحال. حلا نشوف شو ونشوف شو بعنولنا هدول. بس خليك ايجابي. لان كل شيء راح يصير على ما يرومي. طيب. الشخص هذا حاليا يا اما حدا عرض عليه الحب او حاليا هو في حالة فاتح قلبه للحب. وهو حاليا عايش مشاعره. ويمكن احتمال يمكن هو اصغر منك او مشاعر لساتها صغيرة. يعني عايش مشاعر لساتها صغيرة. يعني مش مفتاحة مثلا لكانج او. يعني مش كبيرة كتير. كان هلا بعيش مشاعر صغيرة جدا. طيب. شو مشاعره من ناحيتك. هو حاسك انك انت لفيت ضهرك لالو. وحاسك انه انت جمعت كل مشاعرك وكل احسيسك وكل ما يتملك له من حفظ انت جمعتها ودير ضهرك ورحت. كأن هذا الشخص شايفك انك انت ابعدت عنه مسافة. وكأنه شايفك انه انت اه اه مسلا ما اعطيت فرصة او اه لمات كل هدول المشاكل وكل اشي انت حسيت معي مع هاد الشخص انت اخدته ورحت تعجته ورحت. لانه اه انت شايفك انه انت تعبت معي في العلاقة وانك انت اه قررت انك تمشي لقدام. يعني حتى انك تحمل التنقف وتمشي لقدام. طيب انت كيف ا stata عقل الباطني? انت ام اه اه شايفك انت جميل جدا جدا جدا. وانت شايفك انني حواليك اعانة مكتير. وانت الف نصر ميني تمنىك او يهواك. وانت جميل جدا جدا. وطيب جدا جدا. وناجح جدا جدا. وشايفك هيك في عقل الباطني انه انت انسان ناجح. اه. لانه انت. كيف انت شايفك ناجح? يعني انت بتحمل كل شي مسلا ما بتناقش تحمل حالك وبتروح اه بدون ما تناقش او اشي فهو يمكن يشوف هذا اشي اه انه هذا مسلا بكيب يحكوها صفة الاقوياء انك انت قوي وقد المسئولية وقد انه بتحمل مشاعر بتحمل هذا وتحط كل شي في قلبك مسلا وما اه ما يصير فيك شي توقع ولا تحمل مشاعر بتحمل كل شي تعبك رغم عن كل شي وبتروح يعني مو انسان مسلا بكاي وشكاي بتشكي عن المسلا اللي صار وتقع بتشكي وبتبكيف ومسلا تنزل باستاذ انا تعبت انا هذا الشخص مسلا خاني انا لأ هو شايفك انك انت بتحمل كل مهمك بتروح يعني حتى ما بتطلع وراك او بتناقش او ليش او كيف او امتى لأ بتحمل حالك وبتروح احتمال انت تباعد يبتير عن هذا الشخص واحتمال هو الشخص نفسه يكون تباعد لانه حاستك انه مسلا انك مسلا انك مسلا اتعبت من العلاقة قرر ياخد مشاعر كل شي ويروح ويتحمل نتيجة مسلا غلطة او نتيجة مسلا او نتيجة مسلا غلطة ويروح زي يتحمل النتيجة يتحمل النتيجة كمانهم شايفك جميل جدا جدا وشايفك انه في حولك ناس كتير وشايفك انت دائما منتصر منتصر على نفسك منتصر في العلاقة منتصر في شغلك في عملك في بيتك منتصر في كل شيء واحتمال انه انت مشهور مسلا في مطرح معين والناس كلها حواليك او واحتمال هو شايفك انك انك انت بتشفي الناس في كلامك واحتمال كبير كمان وشايفك انه انت غريب عن اللي شايفه قبل هالمرة انسان غريب مسلا انت كل الناس وبتمشع على الاجراء وانت جاي في حصان لبسك غريب شكلك غريب اه اه اي كتير بعقل البطلين بحبك جدا جدا بعرفت الشخص وشايفك انت غير عن العلام كلها هيكها يعني فارج عندو كتير كتير طب هو انت اي ش apoyه وعقل الواعي بتفكير وله هلأ هو شايفك الثارج انت انسحبت من العلاقة بدون ما تعطيه اي ردد فعل او ما احكيت لان انا بدي انا نسحب. وشافك هيك. اتسحبت وطلقت من العلاقة. تقريبا انت تطلقت من العلاقة يا برج الاسد. وشافك انك انسان فنان. وكمان شافك انك انت بتقدر تطلع من العلاقة منتصر. يعني بتحمل شو ما صار وتسحب حالك وبتنسحب. عفكرة هو شافك عندك ان انت انسان تقدر تنسحب تكتيكيا يعني تقدر تنسحب اي موقف باي اشي بتحمل حالك وتنسحب زين حرامي. وانت هو شافك انك انت مسحبت من العلاقة نهائيا. تركت له كي بيحكوها الجمل في ما حمد. وشافك ان انت يعني انت انتصرت ع مشاعرك وانتصرت ع كثير اشياء. لمان هذا الشخص بده يجي نحيتك. انا حاسة انه بدي يجي نحيتك هذا الشخص. طيب ايش مشكلته كانت معاك. هو كان شافك ان انت مطنشة. ومتجاهلة. وانك انت انسحبت من العلاقة. وكأنه انت اطنشت كل اشي. لانه انت عفكرة الشخص هذا اذاك. هذا الشخص يا دخل طرف تاني. يا ام اذاك. هل انا نشوف كيف اذاك احنا رح نشوف من عقلك الباضي العقلك الواعي كيف هذا الشخص اذاك. لانه انت التعبان جدا او شافك اتعبت. وحملت كل مشاعر. وكل اشي عملت حالك ودرت ظهرك ودرت رايح ماشي لأ قدام. حتى يعني ما انتفقت له انه انا بدي اشوفك لأ. نهائيا حتى انا حاس انت بل ما تحكي له انسحبت. شافك زي الحرامة تسحبت من العلاقة. شو مشكلته معاك وشافك انك انت مش معطي العلاقة اهمية. كمان وشافك انك انت مطنش كتير يعني شو مسلا ما شو ما صار بناتكو بتطنش بتسحب بتسحب حالك من العلاقة اذا مسلا ما عجبك الكلام. او ما عجبك اه ردة الفعل. او مسلا حسيت بقلة اهتمام. اه فانت بتحسس نفس الاشي في قلة اهتمام. اه كمان هو حاسك انه انت اه ممكن عندك شوية اه مش شفت حال بس انه مو لا مش مستويات. ان انت مستويك او لا. كان انت غلط في حقي فانا من حقي اه مسلا اشوف حالي عليك لانه انا سويتك او انا عملتك. هو شافك هيك شو متكبر. مش متكبر انه مستويك يعني هو مستوي يعني مسلا مستوي منخفض فانت مستويك علق. انك انت بالطنشة او بتتكبر عليه لما هو يعمل اشي غلطة في حقك. هبطير ظهرك والطنشة. طيب. النواية تاتا والرجوع نخليه مش شوية عشان احنا نشوف انت حاليا يا برج الاسر زي ما حكيت لك انت برهاربن. انت حاليا اه مسلا بتعطي نصائح للناس. او انت حاليا في زواج يعني متزوج او بتتزوج. يعني في منكم ناس عملها بتتزوج. في منكم ناس ناس كقضايا بتحل فيها. في منكم ناس بتعطي نصائح للاخرين. نصائح مسلا دينية. او زا كيف تحقي شخص عن طنقة للدين. يعني عملك تعمل ابحاث في الدين. وعندك حالة هلأ اه اه تمسك في الدين. اه وعندك حالة روحانيات حاليا. فانت حاليا اه من بعد عن اه اي تفكير اه اه مباخر غير مسلا. كيدك تسكح نفسك لانه هذا الانسان غدرك. عشان هيك هون باقولولك كل اشي فكر بايجابية كل اشي راح يسير. اه الرومانسية تاعتك رح تتصلح. وهون بحكولك اه حكينا انه هون بيحكو لك اه التواصل هو المفتاح. فاحتمال انه انت قطعت التواصل عن هذا الشخص ورحت. مسلا كل صداقاتك وحطيت لبلوكات ويعني نزلت الصداقة ونزلت كل اشي وبلوكات وصحبت حالك ورحت. ما خلتش باب مفتوح. لهيك يمكن انه خلي باب للتواصل. يمكن هذا الشخص بضي يتواصل معك. مو عارف يوصلك او مقدران يوصلك. طيب انت شو ما شعرك من هذا الشخص? انت حاس حالك انه هذا الشخص واقف ما بتحرك. كمان انت بتعلق فيه جدا. واحتمال انت مش قادر تفوك اه التعلق هذا لانه حتى انه بيجيك عرض. مرة دي انت تطلع على العرض اللي بتيجيه. فبتطلع على ماضي اكتر. اه فهذا الشخص انت مشارك من ناحيته كمان يمكن عنده هذا الشخص اجمع او في علاقة اخرى انت شايفه. لهيك هو انت شايفه معلق. اه مو قادران يفوك تعلقه او كيف هذا مربوط من اجراء. ومش قادر مسلا ان هو يطلع بفكهة. كان لك انت شايف اده شخص ايك مرتبط في موضوع معي. معلق في موضوع معي. طيب هو كيف يبعقلك الباطني? اه انت حاس انه ماجيشن الساحر. حاس انه هو اه هو البداية والنهاية لك. او والنهاية هو البداية لك. كمان انت حاس انه انسان عفوا. يهتم في عمله جدا جدا. اه مثابر جدا جدا. وجميل جدا جدا. واحتمال هذا الشخص انت بتشوفه اه مسلا بشتغل بمسلا جد بشتغل. اه مهتم بانجازاته واعماله اكتر مسلا هو مهتم في العلاقة. اه كمان انت شايفه هو كل اشي انت بتتمنى معاه مع هذا الشخص انت بتحسه مع هذا الشخص. اي اشي انت بتتمناه. وانت شافه مشغول جدا في انجازاته وفي اعماله وفي نجاحاته. احتمالها ده يكون الشخص مسلا مشهور ومسلا انت بتشوفه على السوشل انه مشغول في انه يفرج العالم نجاحاته وانه هو مشهور ومسلا مشغول في النجاحات ومشغول مسلا في الناس الحواليه انه يفرجيه وانه هو انسان ناجح ويعمل كل شيء واحتمال انت شايف شوية هو متكبر او انه شايف حالة شوية لهيك انت شايفك متكبر فانا يمكن انتم راعي لبعض فبتشوفوا بعض نفس الاشي. غير. انت كيف شايفه في عقلك البطني? في عقلك البعي. انت شايفه انسان طيب وحنون. ومعطاق. وكأن هذا الناس بعطي مسلا للنائلة. اه للفقراء والمحتاجين. اه يمكن انه مسلا نحكوها انه بتبرع الفقراء والمحتاجين. بعطي المحتاج اللي بده بابه مسلا بعطيه. انت شايفه يمكن هو اخرى كمان مسيطر اه انسان بحب السيطرة هو نفسه انه يعطي قد ما بده وياخد اه قد ما بده. انت احتمال هيك كمان شايفه لبعضكم. كل واحد ياخد الكراءة لان انا بكرأ لأكتر من شخص. مش شخص واحد. هاخد الكراءة انتم وين تجيكم? كمان هذا الشخص احتمال تكون انت شايفه بوفرة عايش بوفرة مساء انه مفرخاء. احتمال هذا الشخص يكون بيشغل محامي قادي. اه مستشار. واحتمال هذا كمان الشخص يكون انت بتفكر ان لو مسلا رجل هذا الشخص كيف مسلا يقولك مرحبا بتقوله مرحبا وبس. بتقول مسلا بقولك كيفك بتقولك كيفك وبس. يعني انتك تعطيه على الميزان بالزبط. ما بدك بتعدي للميزان. لاني حاسن انت انسان زي انه جرحك او غدرك او دخل طرف تارت بيناتكو. والاحرى دخل طرف تارت بيناتكو. حسيت ان هو خانك وغدرك. وتركك تعبان. لانه انت تركته وانت تعبان ورحت. لهيك انت حسيت انه غدرت. طيب انت شو المشكلة اللي شايفها في الانسان هذا او شو المشكلة انت شايفها في الموضوع هذا بالزبط. انت شايفه انسان متسلط. ويمكن يكون انه مدمن. مدمن علاقات. وانسان ما بيحب التغيير. انه ما بديو يتغير. مسلا هو مدمن على على مسلا على مدمن على اه منيحكي شرب اه الخمر. اه فانت شايف انه مسلا ما بديو تركها العادة. رافض التغيير. اه حتى ازا ديفوت معك في العلاقة نفسها. فرافض انه يسميع مسلا محمل الجد انه يغيرها للاحسن. فانت شايف انسان ما بيحب التغيير. ويمكن في لبعض منكو هو مدمن على مسلا اه سجائر مدمن اه شرب هاد الخمر. اه ممكن يكون انه بيحب العلاقات النسائية. ممكن انتو شايفينه انه متسلط بالزيادة. او هو مسلا ماشي ومو شايف حدا حواليه. اه انتو شايفينه عن فكرة هذا الانسان ما بتتغيير. انا شايف انه هو انسان بتشتغير. هيك انتو شايفينه. ما بدي تغيير. مسلا دل احبكو صغير دل صغير. يعني ما بدي تطور هذا الحو. او انه يعطيه اه 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 اكبر. او انه يعطيه مسلا فرصة انه يوصل للارتباط بناتكو. هو شايف انه مشكلة انه انت انطنشه وانت شايف مشكلة انه هو ما بدي تخيير. يعني هو انه هو متكبر انت شايفه متكبر وما بدي يتغير. هو شايفك انه انت متكبر عليه وما بدي تدير لك دير لظهرك. ومسلا تعطيه فرصات. فهذا الانسان يك شايفك متكبر وانت شايفه مدمن مسلا علاقات نسائية. مدمن على اشي معين. ما بدي يتغير. او ما بدي يقدم العلاقة مسلا من حب لخطوبة او من خطوبة لزواج. ما بدي تغير يعني ما بحب التغير. طيب. شو حل المشكلة? انت من جهتك. اه انا شايف انه حل المشكلة انه انه انت اتقدم كاس التسامح. ومسلا تحل المشكلة. لانه هو قالولك التواصل. هو راح يحللك مشكلتك. فانا بعتقد انه مشكلتك راح تلحل انت ازا تواصلت مع هذا الشخص وفهمته مسلا انت ايش بدك بالزبط. شو بدك يغيره بس بطريق تسامح. انك تتسامحه مع بعض. اه لانه هو النفس اللي ايش يقول لك? التواصل هو الحل للمشكلة. وكمان خليني اسحب لكم كنان كارت. يلا ايش عشان اشوف قبل ما اسكر القراءة. لاني شايفها هي بس شارة اعناد يعني عادين بتعانده بعض. يعني هو بحبك وانت بتحبه بس انت عادين بتعانده في بعض. مسلا هو بدش طور العلاقة لخطبة او زواج لانا انت مسلا بتعاند فيه. فهو مقرر يعاندك. اه احنا لا نحكي ناش عن نواياها لان نحكي عن نواياه طيب. اه صح نوايا الشخص هده يكون صامت. ما يعطي اي حركة نحيتك. بده يقعد هيك مسلا برواء. ويقعد يفكر فيك برواء. يعني بده يقعد انه يبعط للطاقة عشان انت تفكر فيه. لانه وحاسك انه انت انت نشه نهائيا ما بتفكر فيه نهائيا نهائيا. وحاس انه انت نسيته. خلص باح. زي انه انت تركته وانسحبت وطلت من حياته نهائيا. اه انا حاسك انت برضا يا برج الاسد. كانك انت طلبت خطوة من هذا الشخص انه يتقدم في علاقته مسلا يشهرها قدام الناس. اه انه يصير خطوبة. يصير زواج. فحاسة الانسان صار يتهرب منك. ويتسحب انه خلينا مسلا على العلاقة فقط. لهيك. اه انت يا برج الاسد. عشانك انت نساء يعني برج الاسد معروفين انه ما بحبوا اللف ولا الدوران. بحبوا مسلا العلاقات الثابتة مسلا الزواج والاسرة والهاد. فهو يرفض دائما يعني معروف انه برفض العلاقات على هامش يعني العلاقات الغير جبدية. لهيك هو مسلا انت حسيت ان هو بيلعب معاك فانت قلت له يلا باي. احنا نجحنا نلعب يب تاخده الاشامح ما لجب يا ما اطلع من حياتي او انا ما اطلع من حياتي فانت اطلعت من حياتي. اه فهو حاليا تقدر يعمل حركة النوش ولا صوت ولا حركة ولا ولا مسلا. اذا انت مسلا هو مسلا بيقربك قريب منك اه ما بدك تشوفه. اذا يخط فيك شفاعي يقعد مع حاله يفكر في المواضيع بكلياتها يعمل معاك تخاطر عشان هو الشخص السادة حاسك ان انت خلص انهات العلاقة نهائيا. خلينا نشوف. هون بيحكولك ريزل ليور. طيب. هون بيحكولك مد طاقتك. المنارة للاخرين. يعني انت هون نفس الاشي وهون نفس الاشي. كأنك انت خلص اخدت موقف ما بدك تفكر في الموضوع بدك انت تمت طاقتك الجواتك اللي انت يمكن هلأ انت بتعمل عليها انه مسلا اه مسلا بتديع بتعمل اشياء طاقة فانت ايش بتعمل متى هالطاقة اكتر يعني نور الاخرين مسلا في طاقتك. اه برضا انا بحسها انه مسلا انت بدك شوية تكون مسلا رومانسي شوية. او مسلا تغازل هادا الشخص شوية. يمكن. اه ما بعرف بس يعني حسب. يعني انا شاف في غدر وخيالة ودخول طرف اخر. يمكن هادا الشخص راح تزوج. اه مسلا اه. يعني فيه هلأ حاليا يعيش سعادة عائلية وزواج. او يكون هو بده رجوع لكم وفرصة ثانية. يعني كل واحد يخدها على وين هو حسب. الشخص هادا بدي يرجع. بدي تأسف لكم. وبدي يحكي لكم حقكم علي. بيتمنى. بيتمنى انه يرجع. هذا الشخص بيتمنى انه يرجع. انه حاسس انه اخطأ في حقكم. عفكر هذا الشخص صغير. بيتش بيتش. شكل هذا الشخص صغير يمكن غير ناضج في العلاقة. ورافض انه يطور العلاقة. يعني اذا انت بفترة خطوبة. يمكن هذا الشخص حاسس حاله انه مش قادر مسلا يطور هاي العلاقة لزواج. فهذا الشخص يجي يحكي لك مسلا انا اسف. اه انا مسلا بدي اراجع لعلاقة. اه بدي اتزوجك. كتير كلام يحكي لك اياها. وهي زي بيعملك طاق التسامح. عفكر هاد الشخص دي بعتلك. اه طاق التسامح. عن طريق والتخاطر وهي الاشياء. الشخص هدا بيعمل لك تخاطر. بتوصل معاك. في التفكير جدا 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 جدا. بس وشافك انك انت انطنش كل اشي حتى التخاطر انطنشه. بس هدا هو برج الاسد. اه اه احكي لكم الابراج الموجودة. الميزان. وكمان اه الطور. هادا بنشوف الطور. وكمان ابراج نورية طاغية على القراءة جدا. وبرج العقرب. وكمان نشوفون. اه برج الدلو. بس. هاتون تلات ابراج. وطاقات نارية. وهوائية جدا جدا. يعني عندكم طاقات الهوائية. اكتر اشي طاغية على القراءة. يعني ميزان. جوزاء. اه دلو. وكمان مائية. بس اكتر اشي الهوائية. والنارية هي اللي طاغية. وترابية كمان. كل الطاقات عندكم في في قراءتكم. اه شكرا يا برج اشتركوا في القراءة.